مش هايز حد يتخض وكليز مش قريت طبع عشان طبق على كل الناس بس يعني انا هقول لانا شايفاه وخلاص يعني انت عايز ايه يا تور? انت بتدور حالة انتصار حالة نجاح انت زي ما تقول محطوط في امتحان او العلاقة محطوطة في امتحان وعايز تنجح العلاقة دي تعدي من هذا الامتحان واضح انتو بتعدوا بامتحان نفسك تخرج من الامتحان ده منتصر ورفع راسك ايا ان كانت بقى المشكلة هل هو اختلاف وجهات نظر؟ هل هي مشكلة خيانة؟ هل هي مشكلة ثقة؟ هل هي مشكلة مشكلة مادة؟ ايا ان كانت المشكلة انت عايز تخرج منها منتصر انت عايز تكون اقوى وصاحب قرار في العلاقة انت مش حايز ان انت صاحب قرار قوي في حاجة بقى انا عايز اقولها لك انه في شخص جنبك يا تور بينصحك نصايح مش مزبوطة انا بالنسبة لي هذا الكائن هذا البورس اللي قاعد جنبك ده شخص قريب منك جدا وبالشرط على فكرة يكون قاصد ازيتك ممكن يكون هو علامه كده هو طريق التفكير وهو بيعالج الامور كده فيشور عليك بدا فتغرق الدنيا اكتر في حد بينصحك نصايح مش صح يا برج التور مش عايزة افرد سؤنية انه هو يكون قاصد ازيتك خلينا نقول هو ده وجهة نظره بس وجهة النظر دي لا تنطبق على الموقف اللي انت فيه فارجوك ما تسمعش للشخص ده شايف شريكك ازاي شايفه فارس فارس بالنسبة للبنت معروف هو ايه الفارس الشخص اللي كان بتتمناته لحياتها نفس المعنى ينطبق على الراجل ان هو شايفها طلعاله الفارس معنا ان هي برضو فتاة احلامه هي دي الشخص اللي كان بيتمناه يعني في ايه الطاقة ما بينكم فيها عناد يا تور فيها عناد كلامي ولا كلامك انا ولا انت دماغي ولا دماغك فيها عناد فيها عناد واضح شركك متكتف يا تور متكتف مش عارف يعمل مش عارف تحرك انت زنقه انت زنقه زنقه جمدة جدا شكلك ميب باستمارك ومعاند معاه عناد يعني معرفش هو مأزي على فكرة شركك مأزي بص لو انت حسس بجرح او حسس انت زعلان بص هو حالته عاملة ازاي هو نفسه يخرج من الحالة اللي هو فيها دي انت حطه تحت وضغط عصبي جامد لو ده حقيقي خف عليه شوية شايفك ازاي خليني بقى اقولكو بقى الموضوع ده شايفك بتتصرف من غير ارادتك دي مش ارادتك ده مش انت مش انت اللي بتعمل ده ده فيه مشورة بتتقلك وانت بتسمعها وهي اللي ماشيك كده مش انت اللي ماشي متصار شايفين متربط بسلاسل حاجة هي اللي بتمشيك وانت فاكر انك انت مجبر تعمل ده لانت مربوط بس لو ركسته في الصورة بصوا سلاسل مفكوكة يعني انت حر على فكرة هتعمل اللي انت عايزه انت اللي رابط نفسك وانت اللي جارر نفسك وراء الاراء دي فبليز اعتمد على نفسك وحاولت يعني تسايف يور بارتنر انقذه من الحالة اللي هو فيها دي ارجوك لو انت فعلا عايز توصل للانتصار والنجاح اللي في العلاقة ده زي ما انت عايز زي ما قلتلكم التاقة فيها عنها تخلوا بالكم واللي عند ده اوحش حاجة في العلاقة لو الطاقة بقى فيها عند يعني ايه بتعلوا على بعض هو يعمل حاجة وانت تعلي عليه تروح يمعليه عليك ايه رح يمعليه عليها لا ده ده كده ده راحين في مصيبة صودة طيب اللي بيحصل بصوا بقى طلع لكم ايه طلع لكم البورس هنا وطلع لكم عقرب هنا هنا الحالة المزاجية او الحالة العامة في العلاقة فيها هدوء نسبي بس ما هواش هدوء يعني اللي هو خلاص المشكلة تحلت لا المشكلة لسه قائمة بس زي ما تقولوا ايه واخدين هدنة عاملين هدنة كل واحد في حاله كل واحد مع نفسه اما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه وده كويس جدا ده كويس ايه مش وحش خالص بس خلوا بالكو في حد مستني لحظة معينة علشان ينقض علشان يزرع سلم تاني فيعني انتبهوا خلوا بالكو كويس قوي من الناس بالذات القريبين منكم في صبر وتضحية من الناحيتين الطرفين يعني لو شريكك الصراحة بالحال اللي هو فيها دي وكمان هيضحي الصراحة يعني يا تور ده ده ما يتسبش ده ما يتزعلش أصلا انه ما يفعش يتزعله انه هو ميضحي بطريقة دي فيه تضحية وصبر من الطرفين الخبر الحلو بإذن الله في غصون وقت يعني الله اعلم ما بحبش قدي وقت انه فعلا بحس عدة ان انا يعني دجالة ان شاء الله في وقت قريب هليحصل القرب ده هتقربوا من بعض وحتصفوا والمشاكل هتزولوا وحالة العنات دي هتروح والشملة هيتلمى تاني أهم حاجة التأييدة اللي انت فكر وانت متأيدها دي لأ انت مش متأيد خالص يا تور انت حر طاليب انت حر نفسك وصوتك من دماغك على فكرة والبورس ده الصديق أو القريب أو اي ان كان الشخص اللي بيديلك النصايح دي يعني اديله اجهزة شوي بس في كده هو وعد مع نفسك ويشوف هتحس بايه رضي علي فارس بورك التور ايه السؤال فين السؤال انا حط ايدي على السواق مش طبية كل صاحبه شكرت يا لينا فعلا مرسية حبيبتي جدا حبيبي انتو كلمك صح اعمل ايه انا اصحاب هو محتار جدا اعمل ايه ولا حاجة ايه بطلعي الناس اللي بيقولولك يعني انت فكري بعقلك ما فيش حد قدره بالعلاق بعلاقتك قدك انت اكتر واحد عارفه شريكك وهو اكتر واحد يعرفك ما تسمحوش لحد يعني يديكو قراءه وهو اصلا مش فاهم فاهمين قصدي طلعوا الناس دي والله بيغرقوا اكتر ما بينفاعوا شكرا مع جوزي انه تور نبين اه اه لو القراءة منطبقة بليز اهدي شوي عليه لان جوزك شكله وحالته صعب يعني تعب خفي عليه شوي العزراء هيتقل قريب جدا يا احمد حاضر اوكي عقرب هو العرب اتقل من فترة مش مش بعيدة يعني فمعلش هستمنا شوية على العقرب لان قراءته كان لسه متقلة قريب فقريب قريب برضو هنقوله بس لسه شوية وقت هنقض برضو انا واحمد ونشوف كده ايه الابراج اللي احنا قلناها ونحاول برضو ان احنا نعيد تغطبهم تاني عشان نرى اقرب برضو ما يتقلش اخر برج زي الشهر اللي فات عشان عارف الموضوع ده اخر برج دايما هيزعل بس هو لازم حيبقى في اخر برج يعني يوم الحامل لازم يكون فيه نهاية فعلا مكتفي جدا ومكتفي فيه ضغط ووجع وبيعاند بوضوح للأسف ليان بالراحة عناده ما تقبلهوش بعناد من فضلك حاولي انا عارفة انه ساعد بيكون صعب علينا لكن حاولي ما تقبلش عناده بعناد ما تفهميش ليه يعني احنا مفروض انه احنا اكثر عقلا واكثر يعني صبر صبرنا اكتر فيعني لو عندك طاقة وتقدري بليز ما تقبلش عناده وبعناد سيبي عناد شهر لا لا الحمد لله طيب يلا نشوف المجموعة المجموعة الثالثة لبرج التور طيب قبل ما ابتدي بس معلش القرية دي انا فيه واحدة بعتلها رسالة من ثلاثة ايام وقعتلها انتي كسبتي القرية المجانية بليز لو انتي موجودة في اللايف ارجوكي ابعتلي اي حاجة لان انا في وسط اللبخة بتاعتي نسيت احط اسمك في اي حتة فعشان لقيكي لازم يعني اجو ثرو حاجة لايك مثلا ستمائة مسج فمعلش بليز لو سمعيني الدواء فيه سوم قاتل ارجوكي لو سمعيني ابعتلي رسالة عالصفحة عشان تطلعي فوق انتي هذا ما انا في البيت ولاي واقسم من لك ولا ده صح يا حبيبه ربناي خليكي مرسي 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 اوكي اخر مرة اخر مرة قراءة المجموعة الثالثة بورج التور قراءة الجنرال بسم الله الرحمن الرحيم اذا اه ثالثة صح ريال جنرال حلا نيوزي كتيرة لها شوية اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده اوكي خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم مشاكلك كتير يا تور ما فيش كلام اعباء شديدة بصوا مش قادر حتى يرفعها من العالارض اكتر منك يعني الموضوع الحم اكتر منك فاهمين قصدي؟ فيعني ما تحملش نفسك زيادة بقى اقف على كده وحاول بقى حد ايه يشيل معاك حد يشيل معاك حتى عصايا واحدة اي حاجة حد يساعدك يعني فيه قرار انت محتار تاخده لان في توابع ومش واضحه بالنسبة لك نصيحة الكارت انه ااه يعني شوف الا option شوف الا option ايه متتصرعش جمع معلومات اكتر قبل ما تقوم بالقرار دا اوكي؟ لو عملت ده يمكن الله اعلم يا رب اكون غلط نتفادى الخسارة دي فيه خسارة يا طور يعني الله اعلم يا رب اكون غلط الخسارة يعني ولو كنت صح تيجي بحاجة مادية وربنا يعوضها بسرعة ان شاء الله بس ده فيه هم فيه حزن شايل هم اوكي فيه شوية ايه يعني اه قرب يعني فيه حاجة مش كويس فيه حاجة مش كويس الهم ده هيدي لك احساس بالخوف فيه خوف وفيه اه متكتف يعني وخايف تاخد اي حركة بس الحالة دي مش هتطول don't worry هتاخد الكنترول تاني بصوا هو قائد العربة هتاخد الكنترول تاني انت كده يا طور انت ما شاء الله عليك شخصيتك كده انت ما بتطولش ما بتعرفش تطول في مود بتعرفش تطول في زعل بتعرفش تطول في اخناء بتحب دايما تخلص مشاكلك بسرعة مش هتطول كتير في المود ده هتمسك الكنترول تاني وحتنطلق تاني على طول ان شاء الله فيه حاجة بقى هنا justice ده حاجة من اثنين يا اما انت في ظلم وقع عليك يا اما وقع انت وقعته على حد او فيه ورق بيخلص خلينا ناخد scenario scenario ظلم وقع عليك فانت هتاخد قرار ده اللي هيحصل بقى ان شاء الله بعد كده بالظلم ده وحتاخد هتسلك طريق تاني خالص بعيد هتبتدي بداية جديدة خالص انت وقعت الظلم ده على حد ارجوك صلحه دي ما دي حاجة بيدك انت بقى دي حاجة بيدك انت ارجوك حاول انت ترفع الظلم ده لو هو ورق سفر واعتقد ان هو ورق سفر لان واضح عندي هنا رحلة طويلة وفيه سفر وانت يعني لو عملت فكر ها يا ترى ايه اللي هيحصل حق يعني هيحصل ايه بعدين طريق طويل طويل سفرة طويلة بس انت مدعوم من اللي حواليك كله بيدعي لك بالتوفيق وكله واقف معاك وطبعا اكيد ربنا معاك طريق جديدة خالص يعني شكله كده سفر بس قابليها تحتار حيرة طويلة هتقعد شوية كتير بتفكر في القرار ده مسافر ولا لأ او مش شرط ان هو يكون بالضرورة سفر ممكن تكون سفر يعني برا مصر ممكن تكون من محافظة لمحافظة ما انت بتغير حياة انت بتغير بيئة كاملة هتغير بيئة كاملة ممكن تكون متغير شغل في طريق جديد طويل هيتغير بس قابليه زي ما قلتلك هيكون في حيرة جديدة الورق ده اللي حيتم لو كان ده ورث متأخر يمكن يكون ورث في حالة مادية هتتطور جدا ده بقى البوس ده الكون ده اقصى تطور مادي يعني ممكن يعدي على برك اللي هو بقى اللي هو بوم حاجة حلوة قوي قوي ان شاء الله وكمان هتبدي تساعد بقى هتبدي تطلع حاجات للناس وتساعد قريبك اللي حواليك اللي محتاج مساعدة هتديله اللي عنده مشكلة هتساعده فيها وطبعا زي ما انتم عارفين يعني كل ده بيترد بعدين يعني كل حاجة هتساعد بيها حد دلوقتي هتتردلك بعدين نلخص القراءة الشيلة تقيلة يا تور المسئولات كتير شيل على قدك ما تشيلش اكتر مما ينبغي الخسارة اللي هتعدي بيها دي اديها وقتها وانا عارفة انك انت مش هتطول شوية خوف شوية حسابات مع النفس كده اللي انا عملته ده وبعدين هتقود العربة تاني وهتطلع وهتندفع وهتمشي لطريق جديد هتصل لطريق جديد خالص ان شاء الله عمليه تغيير جامد يعني وزي ما قلنا حالة المادية فيها تطور كويس جدا 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 ربنا يزيد بيبارك طيب افضل كده على جم اوكي طيب بص يا بورج تور انا شايف انه المرحلة الثالثة في العلاقة مركزين اكتر على الحالة المادية حالة بقى مادية الحالة الاجتماعية عايزين ينهضوا ينهضوا عايزين يعلوا عايزين الحالة المادية تكون احسن عايزين الحالة الاجتماعية تكون احسن متطلعين لحاجة احسن بس ده عاملك ارهاق عامل طاقة ارهاق ليك ولشريكك اهو الطاقة مستنفذة مرهق مرهقين انتو الاثنين زي ما تقولوا ايه عمانين تجي يعني بتجلدو في بعض او انت بتزق وجامد اعمل اكتر لا اشتغل اكتر عايزين معارفش نعمل ايه لا اعايزين نعلى اكتر عايزين مستوقع احسن اه ده اللي انا شايفها انه ده اللي انت عايزه طالع كلها شايف شريكك ازاي شايفه برضو خير من ربنا خير ربنا بعته لك يعني دي حاجة كده خير ربنا بعته لك وحاجة جت توازن حياتك يعني هو زي ما تقول هو ادي لك الميزان انه حياتك تكون فيها خير اكتر الخير يكون اكتر بيساعدك على الخير شريكك عايز ايه شريكك عايز يعني زي ما تقوله مساعدة من حد مساعدة من صديق او قريب او حد حد قريب منه محتاج منه مساعدة يمكن او لو حتى بالمشورة يعني هو محتاج مساعدة حد وده احساس على فكرة مش سهل ان حد يكون محتاج مساعدة حد فلو انت السبب يطور ضغط عليه بالشكل ده اللي هو لا اشتغل اكتر او اعمل حاجة يعني زبط الدنيا اللي مش عاجباني دي بالراحة عليه شوي بالراحة شوي نفسه في حالة اه حاجة تتغير حاجة تتغير يمكن بقى الحاجة اللي هتتغير دي اه ضغط عليه او بسبب اللي انت عايزه ده يعني انت مش بتطلب حاجة وحشة مش بتطلب حاجة غلط بس الفكرة انه هو يعني شكله مش قادر يعني هو ما عندوش اللي اللي يقدمه لك دلوقتي فهو نفسه في موت شيء حاجة تموت ويحل محلها حاجة تانية فاكيد اللي لنفسه يموت ده شيء وحش فايش شيء الوحش اللي انه شايفه انه انت بتطلب حاجات كتير عايز تعليم المستويك عايز 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 وهو مش قادر يلبي غني هنقلبها لان عايز وعايز دي اكيد سته بتطلب اكيد من راجل لان دي مسؤولية الراجل فنفرض ان الراجل هو البرج التور الراجل عايز ايه ممكن يكون مثلا البنت برضو عايزها ترفع من مستويها بشكل ما يمكن هي تكون اقل منه في حاجة عايزها لا اطلعي عالي من مستويك عايزك مثلا تلبسي بطريقة احسن عايزك تتكلمي بطريقة احسن الحاجات دي فهم قصدي اللي هو ايه تعلي من المستوي بتاعها وهي مش عارفة مش عارفة تجاري يعني بالراحة عليها بالراحة شوي الحاجات بتتصلح بالراحة شريكك شايفك ازاي يا بورج التور شريكك شايفك محتار محتار يعني مش عارف تعمليه هل مش عارف تكمل ولا لا في العلاقة هل انت في حالة دلوقتي يعني وصلت للأج وعلى وشك تاخد قرار اكمل او لا ولا انت محتار في العادي انا لانا عرفه ان بورج التور مش محتار خالص بورج التور عارف هو عايز ايه وبيعملوا على طول بالعكس مندفع في تصرفاته يعني بيعمل حاجة وعدين يفكر فما اعتقدش عندك الحيرة دي فشكلك على وشك تاخد قرار فبليز نتقنا طيب في هنا حجلنا فرص فرص يعني ايه يعني فرص نحسن حالتنا المادية ارجوك للراجل يعني اوقان كان المسؤول عن الحالة المادية انت حتعرف تنتهز الفرصة دي وتشغلها لصالحك ان شاء الله كارت الساحر في فرص كتيرة جدا ولو على البنت برضو نفس الحكاية عندك فرص كتير جدا ممكن انت برضو تطلعي وتوصلي للحاجة اللي الشريكك عايز بتوصلي لها فيه هروب من شيء هروب من مواجهة يمكن يكون حد زعى لحد منكم انتم وبنبعد يعني الشريك وشريكه ففي حالة هروب بتهربوا ومش عايزين تواجهوا المشكلة دي وساعات على فكرة بيكون ده قرار عائل جدا انه كنتوا متواجهوش دلوقتي يعني لو مشكلة ما لهاش لازمة عديها وخلاص وايه وهي هتتصلح مع نفسها وفعلا ان شاء الله تتصلح مع نفسها فيه نجاح يعني ان شاء الله الحالة المادية البرج التور عايزها او الحالة الاجتماعية البرج التور عايزها شريكه هيوصلها ان شاء الله او هو هيوصلها ففيه حالة نجاح رضا وحالة بقى ايه لهو ايه فخر مفتخر بنفسك فخور بنفسك والناس اللي حواليك كمان بيهنوكوا مفتخرين بنجاحك وفي مجالات كتير جدا مش في العلاقة بس نجاح في كذا حاجة حالة المادية وفي الاجتماعية وفي العمل وفي كل حاجة ان شاء الله ده ورد كارت العالم ده برضو من الكروت الماجر من الكروت الاساسية وكارت قوي جدا العالم اشتركوا في القناة